الحالة الصحية بتاعة الكابتن الخطيب حتكون ايه اللي هي اصلا في داره ربنا يا شفيه وعفيه احنا شفنا دول عزمة بتحكم من على كرسي متحرك لان هنا الادارة هنا والكابتن الخطيب عفاه الله ما حيرجع وحينزل للملعب يا كابتن لان عندك اتعارف انا بقول التشبيه القاسي ده ليه عشان انا عارف ان عندك اخبار طبية هتحكيها لنا شوفوا الجمهور الاهلي والعضو لكل الناس الحمد لله زيارة الكابتن الخطيب لباريس كانت اكثر من مطمئنة جدا بالنسباله والحمد لله طبعا يعني كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى لانه بعد خضوعه لاشعة على احدث الاجهزة العالمية سبت انه والحمد لله مش محتاج اي جراحة كل التدخلات الجراحية اللي كان بيتحذر منها قبل كده وانه كان ممكن يبقى فيه تدخل جراحة للمرة الرابعة والمسألة تبقى حرجة وغير مستحبة لا الحمد لله الوضع مطمئن بل اكثر من مطمئن فقط هيحتاج الكابتن الخطيب لأسبوعين اتنين فقط للعلاج الطبيعي في باريس يعني هو هيجي بعد ساعات قليلة يعني فجر الجمعة المفروض هيكون هنا ان شاء الله بعد ما هيسافر حيقعد أسبوع هنا وهيسافر فرنسا كمان أسبوعين للعلاج الطبيعي وبعدها والحمد لله تعالى بفضل ده زيارة من المهندس كأنه المسائل بعيدا عن ما رغبة وعشمة وطمعة كل هؤلاء كلام كريم من البداية أصله أنا مش عارف أقول ولا ما أقولش مش عارف ده وقته ولا مش وقته في التلفون بقى قول يا كريم قول قول يا كريم اللي كلامك حكى فهو فعلا احنا بنحسن الظن بكريم غيره هم اللي نفقوا البلدين وغيره هم اللي بحاولوا يرتبوا المسألة بدري بدري قوي وبناء على أمال وأوهام وأحلام لكن ده تلفزيون الدولة يا جماعة الكلام اللي تقال ده تقال في القناة الأولى وده اللي أنا بربق به بالزميل العزيز إنه توظف لكذا كريم حسن شحات أنا فيه فرق لما أتكلم من شاشة الدولة شاشة تلفزيون الدولة لا هو أنا بس قبل ما أتكمل في أعتباراته في أمور محكامة شوية قبل ما أتكمل في حتة الأراء دي طبعا لأنها مهمة المعلومات والطبالة هنا دي تكاهنات والمعلومات والأمنيات معلومات آه دي معلومات يعني حصل تواصل طبعا وده الرد الطبي بالزبط إنه موضعه الحمد لله يا أخي حالة غريبة أثبتت إنه المسألة الحمد لله مطمئنة جدا بعض الألام كانت ناتجة حتى عن آآ يمكن فيه ناس كتيرة من الرياضيين رجل بتطول عن رجل يعني كانت السيد عب حفيز سابة باعتزاله إنه فيه رجل طولت عن رجل سنط ونص أو تين سنط أحمد السيد قضمه سمينه هو بيلعب وفيه رجل أطول بحكم إصابات الرجبة وكده كابتل الخطيب ثبت إنه فيه فرق فيه كم سنط بين الرجلين عامل هذا الألم ده بيعالج بأحزائي طبية فانسألة لمحتاجة كل التدخلات ولكل التفسيرات اللي كانت الناس بترددها لدرجة إنه ما أن أعلن هاشتاج على تويتر سلامتك يا خطيب تصدر هذا الهاشتاج تويتر في تفاعل الجماهير أنا بقى عايز مع الكابتن الخطيب والإطمئنان على صحيته اللي بنقول لكم إنه والحمد لله في أفضل حالة بل إنه رحلة بريد جات بأكثر من مطمئنة للكابتن ولكل جماهير اللي